بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم وسهلا طلبة وطلبات الصفة الخامس الابتدائي في درس جديد من دروس ماد المهارات المهنية هنبدأ ان شاء الله نحل مع بعضينا تدريبات المستكشف النشط الموضوع السابع المحور الثاني وده يعتبر آخر حاجة في المهارات المهنية وكل سنة وحضراتكم طيبين نركز مع بعضينا في حل الأسئلة السؤال الأول بيقولي كيف تختلف السياحة البيئية عن أنواع السياحة الأخرى إزاي السياحة البيئية؟ بتختلف عن أنواع السياحة الأخرى إحنا عندنا كذا نوع من السياحة يعني سياحة ثقافية سياحة علاجية إلى آخرهم وعندنا سياحة بيئية دي السياحة البيئية تختلف إيه عن أنواع السياحة الأخرى أقول له السياحة البيئية هي نوع من أنواع السياحة بس بتعمل إيه السياحة دي تتعلق بالحفاظ على البيئة أما باقي أنواع السياحة فهي نشاط الصفر إلى أماكن لقضاء وقت فراء ده الفرق بين السياحة البيئية وأنواع السياحة الأخرى السؤال رقم 2 إذا قمت بزيارة محمية طبيعية فما السلوكية؟ هو عايز يعرف إيه السلوكيات التي يجب أن تلتزم بها في سلوكيات يجب أن نلتزم بها السلوكيات هي أول حاجة الالتزام بالحصول على التصريح ده أول شيء شيء الثاني الالتزام بمسارات السير المتفق عليها لأن طبعا في أي محمية في مسارات سير تمام؟ دي متفق عليها يجب أن نلتزم بهذه المسارات ثلاثة يحذر أو يمنع منعا باتا الصيد بجميع أنواعه ممنوع أي صيد سواء حيوانات أو طيور رقم 4 ممنوع إلقاء القمامة في المحمية دي السلوكيات التي يجب إتباعها وأن نلتزم بها السؤال رقم 3 ما المهارات التي يجب أن يمتلكها أو تمتلكها للعمل في محمية طبعية؟ هناك عدة مهارات يجب أن يمتلكها الشخص الذي يعمل في المحمية الطبعية إيه هي؟ المهارات هي أو المهارات التي يجب أن تمتلكها للعمل في المحمية الطبعية رقم واحد الالتزام بالتعليمات يعني هناك تعليمات أصدرت إليك وأنت كشخص تعمل في المحمية الطبيعية يجب أن تلتزم بهذه التعليمات وتنفذها اتنين الالتزام بالمظهر الحضاري والجمالي أنت تعمل في محمية طبيعية يجب أن تلتزم بالمظهر الحضاري والجمالي رقم ثلاثة المحافظة على الحياة البحرية والبرية هنا هو يقول لك لنبحث عن المعرفة استخدم شبكة الإنترنت للبحث عن معلومات تتعلق بالمحميات الطبيعية التالية ثم أكمل الجدول يعني احنا المفروض نخش على الإنترنت ونشوف المعلومات اللي هي مطلوبة اسم المحمية الطبيعية هو أعطيك الأسماء محمية وادي الجمال محمية الزرانيق شعاب صمضاي أو بيت الدلفين هنا بيقول لك أين توجد في مصر موجودة فين المحمية محمية وادي الجمال موجودة في جنوب محافظة البحر البحر الأحمر طيب النباتات الموجودة موجودة فيها نباتات إيه؟ طبعا موجودة فيها نباتات اللي هي شجر المانجاروف شجر طيب الحيوانات موجودة إيه؟ موجود غزال اسمه غزال دوركاس يبقى الغزال اللي موجود غزال دوركاس طيب محمية الزرانيق طبعا إحنا درسنا محمية الزرانيق في مادة الدرسات الاجتماعية ودي موجودة فين؟ في محافظة شمال إيه؟ شمال سيناء طيب النباتات اللي موجودة موجودة فيها نباتات إيه؟ في عندي أكتر من نبات لكن أنا أخذت إيه؟ نوعين بس نبات اسمه نبات ألدى ونبات تاني اسمه البوصيل طيب في عندي هل يوجد حيوانات أو موجودة فيه؟ اللي هي الطيور المهاجرة في عندي كمان محمية اسمها محميد شعيب صمضاي أو بيت الدلفين طيب أي نتوجة هذه المحمية طبعا موجودة في مرسي علم مرسي إيه؟ مرسي علم طيب النباتات أقوله شعيب مورجنية طيب عندي الحيوانات أقوله إيه؟ عندي أكتر من خمس تلاف دلفين السؤال هنا بيقول إيه؟ التخطيط الإبداعي فكر في البيئة الطبعية في مدينتك أو بالقرب منها ضع خطة للمساعدة في تطويرها يبقى إحنا المفروض هنحط إيه؟ خطة عشان نطورها فكر في ما يلي رقم واحد ما الذي ستحميه النباتات أو الحيوانات أو المعالم الطبعية؟ طبعا ممكن أنا أخطر من بعض النباتات أو الحيوانات أو المعالم الطبعية اللي إحنا كتبناها في المحميات الطبعية وهنشوف إحنا هنعمل إيه في هذا النشاط رقم واحد بيقول لي ما الذي ستحميها النباتات أو الحيوانات أو المعالم الطبعية؟ ممكن أقول له إيه؟ أنا هكتب له أقول له النباتات وإيه؟ والحيوانات طيب أكتب قائمة بالنباتات والحيوانات الموجودة فيها يبقى هو عايز قائمة بالنباتات والحيوانات الموجودة إيه فيها؟ أعمل له قائمة دي قائمة بالنباتات والحيوانات أقول له إيه؟ النباتات زي إيه مثلا الدواء والبصير طيب الحيوانات زي ايه اقول له زي الدلفين دي القائمة اللي هو طالبها مني هنا بيسأل سؤال تاني بيقول لي ما اللافتات التي يجب أن تضعها للزوار ايه هي اللافتات التي يجب أن تضعها المين للزوار طبعا احنا ممكن نضع عدة لافتات زي ايه هنقول اللافتات رقم واحد قتب لافتة واليه الرجاء اتباع مسارات السير وعدم الخروج عنها طيب الحاجة التانية اللافتة التانية نرجو عدم القاء القمامة في المحمية دي بعض اللافتات اللي هي ايه احنا هنعملها السؤال رقم اربعة بيقول ايه ما الذي ستقوم به لحمايتها من التلوث هتعمل ايه عشان تحميها من التلوث اقول له بعض الحاجات اللي انا عشان احميها لعدم حمايتها من التلوث يجب ان اقوم بايه او لحمايتها اسف لحمايتها من التلوث يجب ان اقوم بالقادي رقم واحد عدم حرق القمامة بالمحمية يعني فرضا انا لقيت قمامة في المحمية لا انا محرقش القمامة داخل المحمية اتنين عدم السماح بالتدخين داخل المحمية لان حرق القمامة ده بيؤدي الى ايه الى تلوث الهواء والتدخين ايضا يؤدي الى تلوث الهواء السؤال بعد كده رقم خمسة ما الخدمات التي ستوفرها الأسواق وأماكن تناول وجبات الخفيفة والفنادق للزائرين أولا ستوفر الأسواق السلع الهزائية والهدايا للزائرين رقم اثنين أماكن تناول وجبات الخفيفة هي المطاعم القريبة من المحمية رقم ثلاثة الفنادق الموجودة في منطقة المحمية تكون بأعلى مستوى وتكون أسعارها مناسبة السؤال هنا ما الذي يمكن أن تبيعه فيها ممكن تبيعي فيها طبعا أنا ممكن أبيع الصور التسكرية ويكون مرسوم عليها أنواع الأشجار وصور الدولاثين والمناظر الطبيعية الموجودة في المحمية رقم سبع كيف ستسوق للمعروضات في السوق نقول من خلال عرضها في مكان مخصص في السوق والترويج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي السؤال رقم تمانية ما الوظائف التي سيوفرها هذا المشروع الوظائف اللي هي ممكن ايه طبعا أول حاجة اللي هو ايه السائقين ينقلون ايه السائحين اثنين موظف واستقبال تلاتة مرشدون داخل المحمية اربعة بائعين كل دي يعتبر وظائف هتوفرها أو هيوفر هذا المشروع بكده ننتهي من حل تدريبات المستكشف النشط مادة المهارات المهنية بجعوكم لعمل سبسكرب أو اشتراك على الكنان مع تفعيل زر الجرس اللي كي يصلكم كل جديد والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته